السودان الآن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في جنازة رسمية وحطت طائرة تحمل جثمان المهدي في مطار الخرطوم هذا وكان كبار المسؤولين السودانيين في استقبال هذه الطائرة وفي مقدمتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ومن المقرر إقامة مراسم التشييع الرسمية في اندرمان في وقت لاحق اليوم للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس خالد أهلا بك ماذا في تفاصيل هذا اليوم وفي هذه الجنازة الرسمية لزعيم حزب الأمة السوداني صادق المهدي نعم الآن يصطف خلفي هنا في هذه الساحة ساحة مسجد الخليفة عبد الله في أمدرمان الآلاف للصلاة التي بدأت حالا صلاة على الميد بدأت حالا على فقيد البلاد الكبير رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الأمة وزعيم كيان الأنصار الصادق المهدي طبعا بدأت هذه المراسم في المطار بمراسم رسمية كان في مقدمة هذه المراسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعدد من أعظام مجلس السيادة من بينهم الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي ومحمد الفكي بالإضافة لوزير الدفاع السوداني وعدد من الوزراء يتقدمهم طبعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك المدير العام لقوات الشرطة السودانية وعدد من كبار قادة الشرطة وقادة الجيش طبعا عدد من قادة الجيش حملوا نعش الراحل الكبير وتقدموا به وسط صفين من حرس الشرف التابع للجيش السوداني في مراسم جنائزية رسمية ثم حمل النعش على متن سيارة عسكرية إلى أمدرمان إلى منزله في الملازمين قبل أن يتم نقله وسط طبعا حزن وتأثر بالغين إلى هنا إلى هذا المكان الذي نقف فيه مسجد الخليفة عبد الله في أمدرمان حيث تتم الآن الصلاة على فقيد البلاد الكبير ستجري بعد قليل أيضا مراسم الدفن على يميني هنا في هذه المنطقة التي تضم مسجد الخليفة عبد الله وكذلك قبة الإمام المهدي جد الصادق المهدي الأكبر الذي قاد الثورة المهدية وأسس كيان الأنصار الذي كان يتزعمه الصادق المهدي طبعا بكل تأكيد هناك مشاعر حزن طاغية وكبيرة في السودان وسط مؤيدي حزب الأمة القومي وكيان الأنصار وكذلك وسط السودانيين عموما كان هناك حضور لافت في المطار وهنا أيضا في ساحة مسجد الخليفة عبد الله من الأنصار ومن مؤيدي حزب الأمة وكذلك من قادة سياسيين ومن مختلف مشارب الطرق الصوفية والشعب السوداني العشرات الآلاف يشيعون الصادق المهدي إلى مسواه الأخير الآن ربما يتم بعد قليل نقل الجسمان إلى قبة المهدي هنا في الجوار لتتم مراسم تشيعه إلى مسواه الأخير طبعا هناك حالة من الحزن الكبير تخشى الشارع السوداني بأجمعه السودانيون يرون في الصادق المهدي شخصية معتدلة متسامحة بث الكثير من قيم السلام والتسامح في المجتمع السوداني الصادق المهدي كانت له إسهامات فكرية بارزة على مدى سنوات طويلة ألفا ما لا يقل أو قرابة المئة كتاب كانت له مشاركات خارجية كان حضورا في مناسبات فكرية كثيرة حول العالم كان عضوا في نادي مدريد للرؤساء السابقين المنتخبين ديمقراطيا حول العالم إلى جانب مجموعة من زعماء العالم المنتخبين سابقا ينتظر طبعا أن تتم مواراة الجسمان السرى بعد قليل بظرف ربما دقائق ثم سيتلقى أسرة المهدي وكذلك قادة حزب الأمة القومي وكيان الأنصار العزاء في فقيدهم الكبير هنا في مسجد الخليفة عبد الله في أندرمان حزب الأمة وكيان الأنصار أعلن أيضا أن دور الحزب ودور الهيئة في عموم أنحاء السودان أيضا ستستقبل العزاء لا بد أن أشير هنا إلى أن هناك إجراءات صحية وتدابير صحية اتخذت هنا من خلال أدوات التعقيم والرش وكذلك الالتزام بالكمامات لكن طبعا التدافع كبير وهناك عشرات الأهلاف كما تحدث الصورة الآن ربما الصورة الآن تعكس جانب عمليات الرش طبعا هناك مخاوف كبيرة من تفشي وانتشار كورونا لهذا هناك التزام كبير بهذه العمليات عمليات الرش والتعقيم ننتظر بظرف دقائق نقل جثمان الراحل الكبير إلى قبة الإمام المهدي طبعا سيدفن أصادق المهدي إلى جوار أسلافه الإمام محمد أحمد المهدي الذي أسس هذا الكيان كيان الأنصار وقاد ثورة انتصرت ضد الاستعمار البريطاني في 1885 وإلى جانبه أيضا يرقد الإمام عبد الرحمن المهدي والأئمة صديق والهادي وكذلك شقيق الصادق المهدي صلاح الصديق المهدي والقياد البارس في حزب الأمة دكتور عمر نور الدائم وطبعا هذه القبة أيضا قبة المهدي لها دلالة رمزية لدى السودانيين هي دلالة المقاومة ضد الاستعمار ودلالة الثورة ضده في القرن قبل السابق طبعا في نهايات 1885 انتصرت هذه الثورة على الاستعمار وتأسس كيان الأنصار وبعد ذلك كانت هي الجذور الأولى لحزب الأمة القومي الذي نشأ قبل قرابة الثمانين عاما من الآن وقاده عدد من الزعماء آخرهم كان الصادق المهدي نعم من أم درمان كنت معنا مباشرة مراسلنا خالد عويس شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة شكرا جزيلا لك